موسيقى هاي يا حلوين كيف تكون؟ إن شاء الله تكونوا كتير مناح أنتوا عم تحضروا فيديو اليوم إذا كنتوا جديد على القناة أنا اسمي سارة بالفيديو اليوم رح نعمل نو ميكوب ميكوب لصيف 2022 هيدا الصيف كتير درج الميكوب لكتير نظيف لكتير ملتب بس بأقل كمية ميكوب ممكنة سو رح نشوف كيف لنا نعمل ميكوب كتير ناعم ما حدا رح يعرف إنه أصلا نحطين ميكوب على وجنا سو إذا حبيتوا الفكرة كيبان واتشينك بس قبل أكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو شير معرفقاتكم سبسكرايب للشانل تبعي وخلينا نبلش أول قاعدة لميكوب مرتب هو إنه تكون بشرتنا كتير مرتبة وكتير نظيفة يعني أول شي لازم نغسي الوجنا ونعمل روتين العينية بالبشرة تبعنا أنا قريدي غسلت وجه سو رح بلش أول شي بالسيروم للسيروم رح أستعمل Advanced Night Repair من Estee Lauder صحيح إنه اسمه Night Repair بس فينا نحطه بالنهار وبالليل وأكيد منحطه قبل ما نبلش بالمرطب أو الموسترايزر رح وزع السيروم على كل الوجه وبالباقي عقيدة رح أقطع على النقبة ثاني خطبة هي المرتب والمرطب كتير مهم لأنه بيهيئ البشرة للميكوب والمرطب رح أستعمله اليوم رح يكون من Clinique اسمه Dramatically Different Mosterizing Lotion حطيت توب بومبس على إيدي فركتهم مني على إيدي كرمال فاعل اللوشن لحظتوا كيف صار لونه أبيض وهلأ صار وقت أن نحطه على الوجه من بعد ما نكون هيئنا البشرة للميكوب رح نبلش به البرائمر البرائمر رح أستعمله رح يكون من شي غلام اسمه Birthday Skin Primer بخبيلي أو بمليلي المسام الموجودة بالوجه هيك الفنش طبع الوجه أو نهاية طبع الوجه بتكون كتير نعمة أخدت من البرائمر على إيدي ورح بلش أقطع بهيد الطريقة على الوجه وخصوصي على المناطق اللي بحس أنه عنده مسام مفتوحة أول خطوة بالميكوب هي أنه نخفي الشوائب الموجودة بالوجه قبل ما نبلش بالفانديشن وقبل ما نبلش بأي شي سو أنا عند شوية هيك الشوائب عند شوية سوية تحت العين شوية سوية حد الفم شوية على هيك الكورنر أو زاوية طبع العين سو رح استعمل كونسيلر من نورس كوزماتيكس كرميل خب الشوائب رح بلش بتحت العين وعم بستعمل كمية كتير قليلة من الميكوب لأنه ما بدي أنه يبين أني حطة كتير كونسيلر رح أقطع حوالي الأنف وحوالي الفم مش رح استعمل سبونج رح استعمل رينج فينجر بلش تبطيب على الوجه بأصبعه كرميل إخفاء الشوائب الموجودة ليش مش عم نستعمل سبونج أو فرشاية؟ السبب هو أنه بس نستعمل أصبعنا على الوجه إن كان بالفانداشن أو بالكونسيلر أو بحيالنا بروداكت كريمي الأصبع البصمة تبعنا كتير بتمشي بطريقة كتير حلوة مع البروداكت لدرجة أنه بتوزع لنا بطريقة ما بتنشاف بتبين كأنه هيد البشرة تبعنا عم بقطع بشكل كتير خفيف فوق العين كمان كرميل إخفاء هيدا اللون البني ومتل ما ملاحظين أنه أنا الكونسيلر اللي استعملته منه فاتح على الوجه بالعكس بس ندمجه بنلاقيه أنه متل لون الوجه تماماً لاحظوا كيف خبينا الشوائب بالوجه بلا ما يبين أنه حاطين ميكوب أبداً ثاني خطوة هي سكن تنت عبالي أنه واحد لون وجه هيدا الخطوة اختيارية إذا أنا حب أنه واحد لون وجه بقدر استعمله بس إذا أنا حسيت أنه أوكي خلاص اتوحد لون وجه من بعد الكونسيلر فيه أنه أعمل سكيب لهيدا الخطوة سو أنا رح استعمل سكن تنت من غلوش من هودا بيوتي هيدا السكن تنت أنا كتير بحبه لأنه الفنش طبعه منه كتير كريمي سو إذا حطيت إيدي على وجه ما بينتقل كل الفانديشن على الإيد وغير هيك أنه فيه لمعة كتير حلوة وكتير طبيعية سو خلينا نجرب رح حط نقطة وحدة وهيدا النقطة رح وزعها على كل الوج بيوتي رح بلش وزع مين لسكن تنت على كل الوج وبدأ انتبه أنه هيدا النقطة لازم تكفيني لكل الوج وصدقوني رح تكفي وزيادة السبب أني عم بحط سكن تنت هو أنه لون وجي كتير غير عن لون جسمي لأنه أنا عاملتان بالصيف فبحط سن بلاك على الوج ووجي بيضال أبيض وجسمي بيصير أصمر سو هلأ بييدي رح بلش أقطع هيك بطريقة دائرية كرمال وزع الاسكن تنت على كل الوج وعم فوت البروداكت على قلب الوج أنا عم بستعمل الكونسيلور كيت عم بمشي بطريقة للطبطوب أما أنا عم بستعمل الاسكن تنت فعم بمشي بطريقة دائرية والسبب هو أنه الكونسيلور كان بدي يعمل لك ويبقى محله أما الاسكن تنت فبدي وزعه على كل الوج شوفوا الاشراكة الموجودة بالوج شو حلوة كأنه نحنا عم نعمل سكن كير لوجنا كل يوم ثلاث مرات وهو إن فاكت حاطين بس بروداكت واحد يلي هو الاسكن تنت رح ننتقل هلأ للحواجب وأول شي رح ماشي تحواج بيبي 24-hour brow setter من Benefit رح ماشي تحواجبي لفوق وبس ماشي تحواجبي رح أنتوا البروداكتر مالي نشف على الحواجب قبل ما انتقل لتعليم الحواجب هلأ في نيس منهم بحاجة إنه يعلموا حواجبون فيهم بس يمشتوا حواجبون أنا بلاقي إنه عندي الحاجب طبعي كتير قصير سو بحب إنه طاولوا شوي من الآخر تعب الفراغات رح استعمل precisely my brow pencil كمان من Benefit ورح بلش عبى الفراغات الموجودة بآخر الحاجب عنده شوفوا الفرق بس علم حواجبة وبس ما علم حواجبة كتير بحس إنه العين بتشقل والرسمة طبعها بحس الحواجب هنا من الفريم طبع الوج أو الإطار طبع الوج بيضبطوا كل شي إذا زبطناهم وعلمناهم بطريقة حلوة كرميل نتأكد إنه البيزل حطينه رح يبقى كل نهار رح نستعمل translucent powder وضروري إنه تكون بودرة حرة ومش compact أو بودرة مضغوطة سبب هو إنه البودرة الحرة بنستعمل فيها كمية كتير قليلة ونحنا بنتحكم بالكمية مش البرودكت هو اللي بيتحكم فينا وتسبت الوج رح استعمل هيدا البروش متل ما شايفين جايز إنه هيدا البروش فيها شعيرات أطول من شعيرات البقيين والسبب هو إنه نحنا وعم نسبت الوج هول الشعيرات الاطوار رح يفوتوا جوه المسام ورح يسبتوا الميك أب محلو سو رح إخد شوي من loose powder ورح بلش أول شي سبت تحت العين بحالتي أنا مش رح سبت غير تحت العين لأنه أنا ما عندي بشرة دهنية سو بحاجة لهيدا الglow يضل موجود وبعرف إنه ما رح يصير كتير عم ضوة رح يضل نفس الglow لأنه أنا بشارتي normal to dry أو طبيعية لجافة فرح سبت بس تحت العين أما إذا أنتو عندكن بشرة مختلطة فأفضل إذا بتثبته التيزون يلي هي الجبين الأنف والدقن وإذا عندكن بشرة دهنية فرح تثبته كل الوج صار وقت إنه نعطي شوية لون للوج وصار وقت إنه نحط بلاش للبلاش فيه ثلاث أنواع أول نوع هو التنت يلي هو بيعطي لك كتير طبيعي ولا كأنه نحطين بلاش على الوجه كأنه نحنا أصلا مورد وجنا تاني نوع هو الكريم بلاش يلي هو منحطه على الوجه بيبين إنه نحن نحطين بلاش على وجنا بس كمان بشكل كتير طبيعي وآخر نوع هو الباودر بلاش يلي هو بيجي باودر يلي كلنا منعرفه بس بيبين إنه نحن نحطين ميكوب على الوجه ولأنه نحن عم نعمل نو ميكوب ميكوب مع بينا إنه يعرفوا العالم إنه حاطين ميكوب أو يلاحظوا الميكوب على الوجه فرح نستعمل أول نوع يلي هو تنتد بلاش وأنا عم بستعمل بلايتنت من بنيفت رح حط من البلاش على أعلى الخط طبعي وبي يدي رح بلش طبتي بوزع البلاش محل ما أنا بديه وعلى طول جايز منبلش بكمية صغيرة وإذا حبينا إنه نكتر أو نقوي اللون منرجع منزيد شوي شوي بس كتير مهم إنه نبلش بكمية صغيرة لأنه إذا حطينا كمية كبيرة ما فينا نشيلها بس إذا حطينا كمية صغيرة فينا نزيد فوقها رح أرجع حط بلاش شوي على الأنف طي يبين شوي سانكست كأنه الشمس ضار بالوجه ومحروق شوي الوجه من الشمس قديم بيّن طبيعي الوجه مع البلاش، الفانديشن، الكنسيلر ما نبين كأنه عن جد حطينا كل هالبرودكت على الوجه رح ننتقل هلأ للرموش، ولا مش رح نستعمل ماسكرة عندي حيلة كتير حلوة لكم، جربوها إنتو جايز بالبيت ورح تلاقيوا إنه ما نكون بحاجة لماسكرة بالأيام العادية أول شي رح نستعمل براو ساتر أو حيلة ماسكرة للحواجب نحن عنا إياها لأنه بتجي ترانسبارنت أو شفافة رح حط من هيدا المسكرة على الجزور طبع الرموش وما رح حطها على كل الرموش رح أنطرة تتنشف كلياً يعني بده تقريباً دقيقة لدقيقتين هلأ مناخد مكبس الرموش ومنكبس الرموش على فوق شوفوا النتيجة شو حلوة وشوفوا الفرق بين هيدا الجهة وهيدا الجهة آخر خطوة بالميكوب هي الشفاف وللشفاف رح استعمل نفس التنت اللي استعملته على الخضوط كمال يكون فيه تبعية بالميكوب يكونوا الألوان تابعين لبعض ويبينوا كتير ناتشرال رح بلج حط التنت على الشفاف هيدا هيدا هو الميكوب الدارج لصيف 2022 يلي هو كلين جيرل ميكوب أو ميكوب البنت اللي نظيفة اللي يبين كأنه بعدنا عملين شاور وطلعين من الشاور وهيكي كتير نضاف وكتير مرتبين وان بوينت مع أنه حطين ميكوب بس الميكوب منه مبين للعالم خبروني بالكومنت إذا حبيتوا الميكوب وشو عبي لكم تشوفوا على الشانل وأكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو شير معرفقاتكم سبسكرايب للشانل تبعي وأنا بشوفكم بفيديو جديد قريبا باي اشتركوا في القناة